علف الحيوانات اللي بيأكلوا الحيوانات طحناه وأكلناه عشان ننسى تجوعنا عشان ننسى تجوعنا عشان ننسى تجوعنا أنا أكون قاعدة في بيتي باكل لأمة العيش أنا وولادي وأهلي ما بتسمع إلا صاروخ راح البيت باللي فيه باللي باكله باللي بشربه طب ليش ما في سبل بدون سابق انذار تقريباً أنا هذا الموقف عشته كان أول يوم حرب بلشت الحرب سبعة أكتوبر في ليلة سبعة أكتوبر أول يوم فقدت ناس من علتنا كنا قاعدين ومتحدث مع بعض الساعة واحدة ونصف الليل ما سمعنا إلا صوت قوي جداً أمنا قالوا البيت باللي فيه خمسة عشر شهيد خمسة عشر شهيد منهم ناجية واحدة تالى أبو حمد ماتت سيدها وستها وأمها وأبوها وإخوانها أولا دعمها وأولا دخلتها بقيت ناجية وحيدة هاي الطفلة بدنام كل العالم لما تقول لكم انتو خسرتوني كل اللي بحبهم هاي هاي شو بدها تسوي تقول طفلة لما تطلع في العالم لما تطلع فينا ما نلاقي حدا وقف معاها تخسرت كل شي طفلة ناجية وحيدة من بين اثنين وعشرين نفر ما بين أمه وأبه وأخه وأخته وسيده وسته وأولاد عمه وأولاد خاله ناجية وحيدة وهذه واحدة منهم أنا ما بدي عدلك قديش شفت أطفال ناجيين بلا ولا شي بلا ولا شي بلا ولا شي أنا في طبيعتي كألاء كنت عايشة عيشة الحمد الله عليها مش بس ألاء كل شعب غزة كنا معززين مكرمين في بيوتنا وفي أراضينا وفي حب مكان على قلبنا حجأة وبدون صادق إنذار من بنت مرفعة لبنت عاشت في مخبز أنا عشت في مخبز كنت بقول يا ربي ليش هيك؟ أنا ما بستاهل أنا شو عملت لليهول عشان يعملوا فيني هيك؟ كان الموضوع مضيقني ومعصبني ومموترني عشان أنفه عن حالي وأهون عن نفسي قلت بروح وشوف غيري انتقلت على المدارس وعلى الخيام صورت أروح أشوف المدارس صورت أحكي أنا بنعمل الحمد لله يا رب والشكر لله أنا في نعمل في المدارس أنت بتتخيلي والله العظيم على مرأة عيني وعندي على التليفون بدك تستني ثلاث ساعات ونص على الحمام عشان تفوتين في النساء طبور كبير توقف على الدور دور دور مدرسة أنت بتحكي عن ستمائة شخص جوه داخل المدرسة إذا مش أكثر أنا بحكي لك عداد تقريبية تستني ساعتين عشان تفوت في الحمام تروح تمشي على آخر الدنيا بره على التحلية عشان يتعبي قلون مي صغير أكل خبز محرومين منه ما بنعرف شو يعني خبز ما بنعرف شو يعني خبز نحن وصلنا لمرحلة علف الحيوانات اللي بيأكلوا الحيوانات فحناه وأكلناه عشان نستجوعنا عشان ما نشكله إن الشكوة لغير الله مذلك